ومن نهاردة معالي مستشار تورك الشيخ عمل تويتا في حب نادي الزمالك وهنى نادي الزمالك ومجلس إدارته على الأداء الرائع وعلى الفوز بكأس السوبر الأفريكي وهي دي الروح المعهودة وهي دي الروح المنتظرة وهي دي الرياضة وزي ما قلت لكم لما حد بيشوف حاجة حلوة بيقول إنها حلوة قادي تويتا هي مبروك لمصر عشان لما بقول لكم الزمالك بيمس المصر ليه لأن دي البطولة العشرة لمصر فإيه الغلط اللي احنا غلطناه والأهلي لما يلعب في أفريكيا بيمس المصر يا جماعة والله العظيم كان فيه جماهير جماهير الأهلي النهاردة في المدرجات كان فيه أعلام الأهلي ملفوفة كده في المدرجات ما بنقولش إن كل المدرجات أهلي لا لكن هتولي التويتاية تانية هتمعاني المستشار لا هتولي شيرولي دي دي الروح هتولي التويتاية تانية أيوا رجعوا هالي سيبوهالي شوي ما بنقولش إن كل لا كل مدرجات زمالك عشر أهلوي بلاء مية أهلوي دي بتاعني كتير جدا أنا شفت عالم الأهلي راجل لفه على رقابته ووقف به في المدرجات هي دي ارجعوا زي زمان كان الاستاذ بيبقى فيه كله أهلي وبقى فيه كله زمالك في المتشاط بلاش تعصب لعيب من الأهلي بيقول كلام على الزمالك أهل عيب بيقول رأيه لعيب من الزمالك بيقول كلام على الأهلي أهل عيب هو رأيه مفيش مشكلة كرة القدم حلوة خلوها متعة خلوها كده حاجة تفرحوا بيها تخرجوا من المود اللي انتو فيه طول النهار أو فيه أي واحد زعلان واحد جاي من شغل وتعبان يخرج بالكرة واحد متدايق يخرج من الكرة هي الكرة والرياضة عملت لكده الضغوط للحياة فقادي معاني مستشارة توركي على الشيخ مبروك لمصر أول حاجة ومبروك الرئيس مجلس إدارة الزمالك طب مفيش حاجة وأعضاؤه وجمهوره مباراة كبيرة وعلم مصر وعلم السعودية وقلب طب إيه بقى حاجة زي الفل يعني تويتا هي بتتكلم مش محتاجة تعليق مني مش محتاجة إن أنا علق إن الرياضة حاجة حلوة حاجة جميلة بتقرب شفنا الملعب وشفنا الجماهير وشفنا 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 وهنشوف حاجات كتير